أهلا بكم مشاهدين في الفقرة النقاشية ونخصص هذه الفقرة لهذا اليوم عن اللغة العربية بمناسبة الاحتفال في الثامن عشر من هذا الشهر باللغة العربية اللغة العام وتحديات كثيرة تواجهها اللغة العربية أو اللغة التي نخاف عليها أن تشيخ على الرغم من أنها تحتل ترتيب الخامس بين اللغات الأساسية في العالم لما هناك من تحديات مختلفة تؤثر على مكانتها ما هي أبرز هذه التحديات وما هي الأثار المترتبة على تدهور اللغة العربية وأيضا ما هي الحلول يسعدنا للحديث حول هذا الموضوع أن نرحب معنا عبر الأقمار الصناعية بالدكتور تامر الأشعري وهو أستاذ في البلاغة ومدرب المهارات اللغوية والإبداعية في جامعة تعز أهلا بك يا دكتور تامر أهلا وسهلا نعم إذن يعني الكل حياك الله دكتور الكل يفخر باللغة العربية لغة أضاد ولكن في الأونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة هناك خجل من التحدث باللغة العربية الفصحى لماذا؟ أولا أود أن أقول أن اللغة العربية هي إرث عالمي قديم وهي تحتل المرتبة الأولى من بين اللغات القديمة المستعملة حاليا لم تتحول ولم تندثر يتحدث بالعربية أكثر من 450 مليون شخص في العالم وهي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك هي مدعاة للفخر وليس للخجل الخجل أسبابه متعددة وبعضها متوارث من عقد الطفولة حينما يسخر الكبار من الصغار إذا تكلموا بالفصحى فإن هذا يولد عقدا لدى هؤلاء الصغار فيخجلون من الكلام بالعربية أيضا ضعف الثقة بالنفس والتخوف من الوقوع في الأخطاء ورهاب الجمهور هذه كلها من الأسباب التي تولد الخجل عند تحدث باللغة العربية نعم دكتور ماذا عن التحديات التي تواجهها اللغة العربية في ظل دخول الآن اللغة الرقمية إلى حياتنا واستخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي وحتى كتابتنا أحيانا للتعبير عن أنفسنا بأحرف غير عربية نعم نلاحظ كثيرا من الظواهر المتعلقة باستعمال اللغة الأجنبية التي أصبحت تباهي بها أمرا معهودا بين الشباب والمثقفين الأسرة أصبحت للأسف تحاول أن تؤهل المتعلم أو تؤهل ابنها للوظيفة أكثر من تأهيله للحياة اللغة الأجنبية أصبحت لغة وظيفة واللغة العربية هي لغة وظيفة ودين وحياة وتواصل اجتماعي فاللغة العربية يجب أن تكون هي النافذة التي تنبثق منها التثقيف مع بقية اللغات الأجنبية أيضا مواقع التواصل الاجتماعي نلاحظ أن بعض الناس يتباهى بكتابة اسمه باللغة الأجنبية فأن يكتب الشخص اسمه نهى مثلا بالإنجليزية لماذا لا يكتبه بالعربية هل هناك فرق أم هناك نكهة أخرى تضاف إلى هذا الإسم أيضا المعلمون هناك ضعف في التأهيل العلمي لدى بعض المعلمين فيتحدثون مع طلابهم داخل القاعات إما بالرطانة الأجنبية أو باللهجات العامية الخطاب الديني أيضا تغير كثيرا في الآونة الأخيرة وأصبح لا يهتم باللغة العربية الفصحى وربما تكلم بلغة مكسرة أو لهجة عامية نعم الإعلام والفن الإلكتروني فيه كثير من المواقع التي تنشر أخبارا تفتقد إلى الدقة اللغوية وكذلك بعض المسلسلات والأغاني والأفلام كلها تتحدث بلغة أجنبية أو بلغة عامية بحسب لهجات البلدان التي تنتج فيها هذه الأفلام أو المسلسلات أو الأغاني ومن ثم أصبحت الثقة باللغة العربية والاعتزاز بها مهزوزا في نفوس كثير من ناشئة مجتمع اليوم تراجع مهام المجامع اللغوية أيضا من أبرز المشكلات التي تواجهها اللغة العربية اليوم مع أن الوافد الأجنبي من الألفاظ المقترضة كثير جدا الضعف القرائي لدى أبناء المجتمع من الناشئة والشباب والكبار كلها مشكلات ومعضلات كبيرة تواجه اللغة العربية في ظل طغيان التواصل الرقمي الذي تنتشر فيه أفكار لا تسمن ولا تغني من جوع إلا قليلا نعم دكتور ذكرت دور مجمع اللغة العربية في مختلف البلدان العربية ما هو دور هذه المجامع ماذا يقع على عاتقها من مسؤولية تجاه اللغة العربية المجامع تقوم بتعريب المصطلحات الوافدة من اللغات الأجنبية تقوم إما بتعريبها تعريبا يخضع للقواعد النحوية والصرفية العربية أو بإيجاد بدائل عربية لهذه المفردات الأجنبية فبدل من أن نقول كمبيوتر نقول مثلا حاسوب وأيضا تقوم هذه المجامع بتصحيح بعض المفردات المنتشرة بين العامة وتأصيلها تأصيلا لغويا فصيحا أيضا بدراسة المفردات اللغوية دراسة تاريخية متسلسلة بحيث تخرج أسرار هذه اللغة للمجتمع وتكشف عن دقة دلالاتها وقمال تعابيرها نعم يعني دكتور الآن الجيل الناشئ الجيل الجديد هناك عدم اهتمام باللغة العربية هناك اهتمام بتعلم اللغات الأخرى ما هي الأثار السلبية المترتبة على عدم اهتمام الأهل وحتى المدرسة بتعليم لغة عربية صحيحة فصيحة للجيل الناشئ؟ المشكلة والآثار المترتبة على ضعف التلقي اللغوي كثيرة جدا نذكر منها أولا التعقد الطلاب أو انزواء الطلاب عن تعلم هذه اللغة ومن ثم تنزو اللغة بدورها في بطون الكتب ضعف الأداء الكتابي لدى طلبة المدارس وطلبة الجامعات وحتى طلبة الماجستير والدكتوراه نلاحظ أن كثيرا من طلبة الماجستير والدكتوراه يحتاجون إلى مدققين لغويين يراجعون بعدهم رسائلهم أيضا ضعف الأداء النطقي لدى كثير من الطلبة الذين يخرجون من المدارس إلى الجامعات أو حتى بعد التخرج من الجامعات نلاحظ أيضا تفشي سوء الفهم وسوء التعبير لدى كثير من الكتاب والملقين والخطباء وغيرهم نلاحظ أيضا ضعف التحطيل العلمي في المواد الأخرى لأن الضعف في اللغة العربية ينعكس على بقية المواد العلمية ضعف التواصل الاجتماعي ونشوء كثيرا من المشكلات الاجتماعية نتيجة الضعف في التواصل النطقي واللغوي اهتزاز الثقة بالنفس وخروج جيل ضعيف لا يمكن أن يساعد وطنه بأن يخرج تقريرا أو أن يعرض تقريرا عربيا فصيحا عن حادث معين أو قضية وطنية معينة أيضا ضعف الثقافة الدينية تتولد عن ضعف اللغة العربية تخيلي مثلا أن بعضهم يكتب حسبنا الله ونعم الوكيل يعني ونعم الوكيل نعم الكلمة والوكيل كلمة أخرى وبعضهم يكتب في التعازي إن إن لله وإن إليه راجعون من هم؟ نعم لم يذكر من هؤلاء فهذا فيه قهل وضيع حتى للالتزام التعبدي والديني نعم ما هي الصيغة الصحيحة لهذه الجملة دكتور الصيغة الصحيحة أن نقول إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يعني نحن إِنَّا إِنَّا زَائِدَنَّا المُتَكَلِّمِينَ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أما إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ تبقى الكلمة ناقصة تحتاج إلى جواب إِنَّا من هم الذين لله وإليه راجعون نعم دكتور هناك الكثير من الكلمات المتداولة هي كلمات خاطئة ولكن تم تداولها والآن أصبحت تستخدم كما هي كما هي بغلطها ماذا عن أبرز الحلول العملية للحفاظ على اللغة العربية كما تعلم الدكتور الآن العالم يحتفل بهذا الشهر باللغة العربية لغة أضاد فما هي الحلول للحفاظ على هذه اللغة التي تعتبر من أعمق وأغنى اللغات حول العالم نبارك للغة العربية طبعا هذا اليوم وكل أيام السنة لأننا نحن نعيش مع اللغة أو الواقب أن نعيش مع اللغة في كل أيام العام وليس في يوم الثامن عشر من ديسمبر الحلول كثيرة طبعا وفي متناول اليد أبرز الحلول أو أبرز الحلول قبل أن تنطلق من البيت أو الأسرة الأب يجب أو الأم يجب أن يقرأ لأطفاله قصة قبل النوم بلغة عربية فصيحة أسمعهم آيات من القرآن ودعهم يكررونها بعدك أيضا دعهم يقرأوا بعض المقاطع الفصيحة ثم صوّب لغتهم فيها دعهم يقرأوا من كتابهم المدرسي وحاول أن تصحح لهم بعض المفاهيم والألفاظ التي ينطقونها دلهم وأرشدهم إلى القنوات والمواقع الإلكترونية والبرامج اللغوية التي تنمي مهارتهم المعرفية هذا فيما تعلق بواجب الأسرة أما الواجب الديني أو الوعاظ والمرشدين في المساقد فهو أنه يجب أن يتكلموا بلغة عربية فصيحة والذين يدرسون القرآن في المساقد يجب أن يوازنوا بين تحفيظ القرآن وتفهيم القرآن وأن يشرحوا للطلبة الألفاظ والمفردات القرآنية الجميلة والغريبة التي لا يمكن أن يدركوا أسرارها أو يفهموها فيما يتعلق بالجهات الحكومية والأهلية يجب أن تطلع بدور مهم في ذلك أن تقيم دورات تدريبية للمدرمين أعفوا للمعلمين وللطلبة أيضا وأن تنشئ لكل مدرسة مكتبة يقرأ فيها الطلبة ويحبب أو تحبب إليهم للطلاع أيضا أن تنشئ مسابقات للقراءة والمعرفة والإبداع اللغوي أيضا أن تعقد اتفاقات مع المراكز العربية أو العالمية حول دورات وتأهيلات معينة للمدرسين وللطلبة أن تحدث مناهج وطرق التدريس أيضا أن تضع أدلة إرشادية للمواقع والقنوات التي تهتم بتنمية المهارات اللغوية أن تثبت اللغة الأم أولا لدى الطفل أو لدى الطالب ثم بعد ذلك تلقنه اللغات الأجنبية وليس العكس نحن الآن في المدارس نعكس الموضوع فنعلم الطلبة اللغة الأجنبية ثم بعد ذلك نجد لديهم ضعفا في لغتهم الأم التي هي اللغة العربية المفترض أن يكون الأمر بالعكس تماما تثبت لديه قواعد اللغة العربية ثم دعه بعد ذلك يتعلم ما يشاء من اللغات الأجنبية الأصل في تعلم اللغات دكتور عفوا على المداخلة الأصل في تعلم اللغات أن يتقن الشخص خاصة الطفل اللغة الأم حتى يستطيع أن يتعلم لغات أخرى يجب أن يكون لديه أساس وهي اللغة الأم صحيح ولذلك اللغة العربية الآن ليست اللغة الأم مما ما يطلب في الوظائف سواء كانت عربية أو مجنبية هي اللغة الإنجليزية ما يطلب في الدراسات العليا هي لغة التوفل لماذا لا تطلب اللغة العربية وتكون هي معيارا للقبول في كل الوظائف أي أن كانت هذه الوظائف إذا عرف الناس أو إذا شعر الناس والمجتمع والناشئة أن اللغة العربية ذات بعد اقتصادي ويمكن أن تدر عليهم دخلا ووظائف فإن هذا سيدفعهم إلى تعلم اللغة العربية في فرنسا قبل سنوات كثيرة لم يبقى فيها رجل أمي واحد لماذا ألف العلماء الفرنسيون كتبا في الصناعة وفي الطبخ وحتى في خلاقة الشعر فلذلك اضطر الناس جميعا إلى قراءة هذه الكتب وإلى دحر الأمية من أجل أن هذه القراءة تدر عليهم دخلا ووظائف معينة فإذا ارتبطت اللغة العربية بالاقتصاد بالوظائف بالقبول فإنه سيجعلها مثل اللغة الإنجليزية تماما من حيث الإقبال لدى الناشئة نعم دكتور تامر كيف هو الإقبال على دراسة تخصص اللغة العربية الآن كثير من طلاب الجامعات لا يوجد عندهم ممكن إقبال على دراسة هذا التخصص وحتى معلمي المدارس كثير منهم غير مختص باللغة العربية هو ممكن يحمل شهادة البكالوريوس في معلم صف أو حتى تربية خاصة فكيف يؤثر التخصص في اللغة في تعليم هذه اللغة نعم للأسف الشديد أصبح كثير من الطلباء يدخلون في الجامعة مثلا وهم معقدون من اللغة العربية إلى درجة أنني أحيانا ألقي بعض النكاة الطريفة من أجل تلطيف القو فلا يضحكون يرون اللغة العربية عقابا من الله لهم ويرون أستاذ اللغة العربية إذا دخل عليهم وكأنه طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فأنا إذا رأيت الطلبة لا يضحكون عند إلقاء نكتة أعطي بعضهم ألف ريال وأقول له ابتسم لو سمحت هو لا يأخذ النقود ولكنه يبتسم بشدة وتنحل عقده للأسف الشديد السبب في ذلك هو أو هي طريقة التدريس التي تلقوا بها اللغة العربية وانصدموا بها من أول وهلة أولا بعض المدرسين يتحدثون باللهجة العامية داخل الفصول والقاعات وحتى في المناقشات العلمية يتحدثون باللهجة العامية فكيف تريد أن تعلم اللغة العربية للجيل وأنت لست قدوة لهم هذا أمر الأمر الآخر يجب على المعلم أن يدرب طلبته على القراءة الجهرية داخل القاعة أو داخل الفصل ومن ثم يصوب أخطاءهم النطقية يجب على المعلم أن يغرس في نفوس طلبته قيم الاعتزاز باللغة العربية والافتخار بها يجب أن يرشدهم إلى الكتب والمراجع والمواقع المهمة التي تنمي مهارتهم اللغوية يجب أن يستثمر الإذاعات والحفلات والرحلات والاجتماعات والمناسبات في تنمية مهاراتهم اللغوية يجب أن يفيد من طرائق تعلم اللغة الأجنبية أيضا في تعليم اللغة العربية يجب أن يتجنب طريقة التلقين التقليدية وأن يدخل معهم في حوار بلاغي أو لغوي ينمي مهاراتهم اللغوية لأن اللغة هي سماع قبل أن تكون قراءة وكتابة نعم هي اللغة تعلم بالسماع لا تدرسهم هذه نقطة مهمة اسمحي لي تفضل نعم لا اسمحي لي نقطة مهمة جدا لا تدرسهم ما لا يحتاجون إليه في حياتهم العلمية والعملية كثير من الطلبة يدرسون نصوصا شعرية لا يفهمون معناها أو يدرسون قضايا نحوية لا يحتاجون إليها ما الذي سيحتاج له الطالب مثلا من الإعراب التقديري من إعراب الجملة في محل في الضم مقدرة في محل كذا منع من ظهورها كذا لا يحتاج الطالب إلى نطق هذه الأشياء الافتراضية التي لا وجود لها إلا في أذهان النحاة لا تدرسهم تعابير مندثرة أدوات النداء المستعملة هي يا وأيها و لا أدرسهم آآ 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 هآآ وأدخلهم في متاهات لا تتشعب بهم في قضايا وتفاصيل لا لم تعد موجودة كأن ندخل بهم مثلا في المنادى المضاف والمنادى شبه المضاف اللغة تنمو وتتطور دكتور كل فترة اللغة تنمو وتتطور وتحدث تغييرات على هذه اللغة يعني نأمل أن تكون الحديث بهذه اللغة لغتنا الأم لغة أضاد اللغة العربية الفصحى وهو مصدر فخر لنا وأن تقوم الجهات المسؤولة عن الحفاظ على اللغات العربية بدورها تجاه هذه اللغة جزيل شكر لك دكتور تامر الأشعري وأنت أستاذ البلاغة ومدرب المهارات اللغوية والإبداعية في جامعة تعز شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم حفظكم الله